مبرهنة تقول إذا كانت جي مع الستار ثنائية زمرة وإنه الـ H غير خالية وجزئية من جي فإنه الـ H مع الستار يكون زمرة جزئية من جي مع الستار إذا وفقط إذا يعني برهان باتجاهين إذا وفقط إذا كان لكل A و B ينتميان الـ H وإنه الـ A ستار بي انفيرس ينتمي إلى H شوفوا شلون راح أبرهن البرهان بالبداية راح نحتاج شغلات شين هي الشغلات؟ راح نحتاج مراجعة لشروط الزمرة شين هي شروط الزمرة؟ الزمرة أول شرط لازم تكون غير خالية تمام؟ الشرط الثاني يحقق الانغلاق الانغلاق الشرط الثالث تجميعية والشرط الرابع أكون عنصر محايد عنصر محايد والشرط الخامس لكل عنصر يوجد نظير هاي هي شروط الزمرة مراجعة بسيطة إلي شوفوا شلون راح أبرهن هسانا أريد أبرهن الاتجاه الأول الاتجاه الأول أريد أحصل على A ستار بي انفيرس شوف شون أحصلها؟ شا قولن؟ أقول نفرض إنه الاتج مع ستار شنه هي؟ زمرة تمام؟ شنه هي زمرة؟ زمرة جزئية من الزمرة الأم هاي اللي هي جي مع ستار تمام؟ هسا ما دام فرضت إنه زمرة فأكيد الزمرة الجزئية ما راح تكون خالية راح تحتوي على عناصر شنه هي العناصر اللي راح تحتويها؟ مثلا ال-A وال-B هذون اللي راح ينتمون للزمرة الجزئية اللي هي H زين ما دام إنه هي زمرة جزئية أكيد راح ينتمي لها الانفيرس لهاي العناصر مثلا ال-B سالب B شوفوا هسا احنا جاي نحن نحن نهي زمرة هاي ورا راح ينتمي لل-H مو بي هاي عنصرين ومن عناصر الزمرة يعني من عناصر الزمرة يوجد لكل عنصر نظير هسا نريدا مثلا نظير ال-B هذا هو نظير ال-B موجود ال-B والسالب واحد ينتمي ال-H هذا نظير ال-B فشينا راح يصير عندي من هاي حسب شرط الانغلاق الانغلاق عندنا عنصرين فشي نقول هذا العنصر ال-A ستار ال-B انفيرس حسب شرط الانغلاق ينتمي الى H احنا شرط الانغلاق شونا نعرف الانغلاق الانغلاق نفرض عنصرين A وB ونقول A ستار B يساوي ب ستار A فمن هاي الطريقة انا استخدمت هاي من شرط الانغلاق ها هنا انا شرط الانغلاق هسا الطرف الاول سهل الطرف الاول سهل هذا حققنا الطرف الثاني نجي شونا نحل هسا من هذا نقول نفرض من هذا لكل A وB لكل A وB ينتمون ال-H رح يصير عندي A ستار B انفيرس ينتمي الى H يعني هسا هاذا من هاي القاعدة رح أبين شروط الزمرة يعني رح أقول ان هذا رح أبرهنها زمرة حسنا هذا من برهنها منيقول انه هذا زمرة هنا يشتغل الدور المطلب الثاني لانه اذا وفقط اذا رح أبرهن هاي انه هي زمرة فشنو احتاج حتى برهنها زمرة احتاج انه تكون رح تاج انه تكون بها عنصر محايد وعنصر نظير وانغلاق اما التجميعية ما احتاجها ليش لان هي متحققة من الزمرة الام تمام فاش رح أقول اولا خلنا شوف هو يهو يجيبي دي يطلع حياها الله يعني يهو احصلة يهو اول شرط احصلة احصلة يقول هذا ها هي يعني اجيبه وخليه يعني مو شرط اجيب الشروط بالتسلسل اي واحد يجي اخذه هس اش رح أقول اقول نفرض فرضية لت ال اي هذا ال اي رح أقول ينتمي المن لل اج تمام زين هذا ال اي ينتمي المن لل اج بعد زين هس انا اش فرض هنا عندي اي و ب ينتمون ال اج رح أقول من الممكن من الممكن انه انه يكون هاي ال اي و ال ب مستويات زين هس هي ال اج مو بها عناصر انا رح أخذ عنصرين رح أفرض هنا مستويات هس مثلا على سبيل المثال موجود مثلا بال اج موجود عنصرين مثلا واحد و اثنين و واحد انا ما ردي اخذ ال واحد و اثنين رح أخذ ال واحد و ال واحد هج اقول واحد يساوي ال واحد فمن الممكن انه ال اي تساوي ال ب لان ما اكو شرط يقول لي انه هن ما مستويات ما عندي شرط انه يقول لي ال اي وال ب هن ما مستويات فانا على هذا المعنى رح أخذ ال اي وال ب مستويات زين رح أقول اي ستار اي انفرس هذا ينتمي المن لل اتش تمام زين احنا نعرف انه كل عنصر مع النظير مالي حسب هذا القانون صار عندي هاي علاقة ال اي مع الانفيرس مال هاي ينتمي ال اتش ال اي مع الانفيرس مالها شي طيني ينتمي محايد وهذا ينتمي المن ال اتش حصلت اول شرط اللي هو شرط المحايد بعد ما حصلت شرط المحايد راح اقدر احصل هستاذ اولا حصلنا المحايد من شرط المحايد اقدر احصل بعد شنو راح اقول اثني راح اقول اكو بي تنتمي الى اتش لان انا شوف شف عندي اي و بي منتميات ال اتش راح اقول بي ينتمي ال اتش وعندي هذا ال اي هم ينتمي ال اتش تمام وحسب هذا التعريف أقدر أقولا هذا يؤدي إلى أنه حسب هذا التعريف أنا شو عندي بي أرفع المن للإنفيرس هذا وين ينتمي إلى أتش شوف صارت إي مع البي إنفيرس ينتمي المن الأتش زين المحايد ما يأثر رح يصير عندي سالب بي ينتمي المن للبي سالب واحد ينتمي إلى أتش وبهاي الطريقة حصلت الأنفيرس ما للبي وبعد أقدر أحصل الأنفيرس ما للأي بنفس الطريقة مثل أي تنتمي إلى الأتش تمام الأي تنتمي المن للأتش وبعد الأي هم تنتمي إلى الأتش وهذا يؤدي إلى أنه الأي مع الأي إنفيرس رح تنتمي المن للأتش وبالتالي العنصر المحايد ما رح يأثر رح أقول أن الأي إنفيرس ينتمي إلى الأتش وبهاي الطريقة رح أقدر أحصل كل الأنفيرس اللي بالزمرة حسنا عندي هنا نفارض بس الأي والبي ولو كانت عندي سي و دي بنفس الطريقة رح حصل يعني هنا تحقق الشرط الثاني اللي هو لكل عنصر يوجد أنفيرس هسه البي حصلت الأنفيرس ما لها الأي حصلت الأنفيرس ما لها لو كانت عندي سي بنفس الطريقة أقدر أحصل الأنفيرس ما لها رح حقق الإنغلاق الشرط الثالث الشرط الثالث شوف عندي أنا A وعندي أنفيرس البي هذا رح حسب القانون هذا حسب هذا القانون شوفه هذا أقدر أرفع الأنفيرس إلى أنفيرس مرة ثانية تمام يعني هذا الأنفيرس رح أرفعه الأنفيرس حسب القانون هذا المن ينتمي؟ ينتمي الأج زين من هذا من هذا من هذا الأي ستار أنفيرس البي رح رفعت الأنفيرس رح يحقق لي أي ستار بي ينتمي الأج هذا شلون صار هذا ما يصير تقبل تقول هاتي لازم تقل له حسب مبارهنة سابقة إحنا أخذنا حسب مبارهنة سابقة هذا هو نفسه البي شلون تقل له تكتب له بالحل تكتب له حسب مبارهنة سابقة وتذكر له نص المبارهنة شنوه كان نص المبارهنة؟ هذا بالفصل الأول كان يقول لي أنه البي ناقص واحد وس ناقص واحد مع البي انفيرس يساوي المحايد هذا برهنة بالفصل الأول فهذا يعني أنه شنو؟ أنه البي ناقص واحد ناقص واحد يساوي الأي نعم كل عنصر مع النظر مالي ينطيني محايد معناته هذا يساوي هذا تكتب له هذا النص كلش كافي بهاي الطريقة حصلنا على شرط هسنا هذا هذا كله حتى نفسر أنه هذا شون صار الغاية من هذا أنه البي مع انفيرس الانفيرس رح يرجع للبي وبالتالي حصلنا شنو؟ شرط التجميعية الانغلاق العفو أما شرط التجميعية تكتب له شنو؟ متحقق من الزمرة الأم وبهاي الطريقة حققنا كل شروط الزمرة